والسؤال أعزائي كيف نفهم سلطان المسيح أولا أحبائي سلطان المسيح هو إثبات للهوته المبارك والتي تعتبر من خصائص الله ومن صفات الله وحده وهذا ما تستنتج من خلال قراءتك في الإنجيل المقدس خليني أقتبس شهادة المسيح عن نفسه من إنجيل يحن أصحاح 15 والآية 22 و24 اسمع كلام الرب يسوع قال لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية وهذه أحبائي كلمات خطيرة جدا ولسيما المعاصرين كثير منهم رفضوا أبغضوا يسوع المسيح بدون أي سبب فقال يسوع لو كنت قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية ثم بنفس الآية 24 مكتوب لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية بيتكلم عن ناس شافت بعينيها وسمعت واختبرت وما فيش أي إمكانية أنك تعارض أو تعاند يعني هذا الموضوع مع كل هذا أحبائي قال يسوع الكلام اللي تكلم فيه لم يتكلم أحد والأعمال اللي عملها يسوع المسيح لم يعملها أحد فإذن الإنسان بدون عذر لأنه سمع واختبر وشاهد وشاف أعمال المسيح أو معجزات المسيح اشتركوا في القناة